قبل عام 52 لم يكن لم تشهد مصر في تاريخها المعاصر في الفترة الملكية ما يسمى بأي حوار وطني طب ليه؟ لأن المؤسسات باختصار شديد مع كل ملاحظاتنا على النظام السياسي لكن المؤسسات كانت تعمل البرلمان كان بيعمل وكان فيه صحافة وكان فيه نقابات وكان فيه أحزاب سياسية وبالتالي لم تكن هناك حاجة لأن نقوم بحوار وطني لأن الحوار الوطني متواصل عبر البرلمان وعبر الأحزاب وعبر الصحافة وعبر كل مؤسسات الدولة في تلك الفترة طيب خلينا نضرب مثال حول نوع أو شكل من أشكال الحوار التي حصلت ما بين المجتمع المصري في الفترة الملكية وما بين الدولة والحكومة والملك في تلك الفترة في تلك الفترة الملكية كان الملك فاروق هو الذي يحكم مصر في تلك الفترة وكان فيه دستور مصري عظيم اسمه دستور 1923 وحاول الملك فاروق أنه يغير هذا الدستور لأنه ما كانش ملأمه ما كانش بيديله صلاحيات واسعة كما يرغب رغم أن الدستور كان يعطيها حق فضل الدورات البرلمانية واختيار رئيس وزراء مختلف إلى آخره لكنه حتى ده الملك فاروق كان متدايق جدا من دستور 23 وشعر عدد من البرلمانيين ومن الأحزاب السياسية أنه الملك عايز يغير دستور 23 بإرادة ملكية فطلع عباس الأديب المصري الشهير في داخل البرلمان المصري وقال أنه أي حد في هذه الدولة وحنا عارفين أنه أي حد ده يقصد الملك يعبس بالدستور فإنه سنحطم رأسه وكان هذا الكلام وصل بالفعل إلى الملك فاروق فقرر إغلاق البرلمان لما قرر إغلاق البرلمان طلع عندنا شخصية مصرية عظيمة اسمه الأستاذ ويسا واصف الأستاذ ويسا واصف ده انتخب مرتين من الأحزاب السياسية في البرلمان لرئاسة البرلمان ويسا واصف ده لما الملك قرر إغلاق البرلمان طلع في مظاهرة على رأس النواب وعلى رأس الأحزاب وعلى رأس عدد كبير من المواطنين وذهب إلى بوابة البرلمان اللي أغلاقه الملك وقال كلمته الشهيرة الملك أصدر قرارا بإغلاق هذا البرلمان وأنا باسم الشعب أعيد افتتاح البرلمان وأحطم هذه السلاسل وبالفعل ضرب البلطة على السلاسل فانكسرت وانفتح البرلمان فسمي من يومها ويسا واصف بويسا واصف محطم السلاسل دي كانت مثال حول طريقة الحوار الذي كان يجري فترة ما قبل 52 كان فيه برلمان بيشتغل وكان فيه أحزاب قائمة بتشتغل وكان فيه صحافة مستقلة وحزبية بتعمل وكان فيه نقابات وكان فيه حياة سياسية رغم كل تحفظاتنا وملاحظاتنا على المرحلة الملكية ترجمة نانسي قنقر